جماعة اليوم سنتكلم عن بعض الأشياء المختلفة لأنه في شيء ضخم حصل أكبر حوت في البيتكوين عمل للتو شيء رح يفاجئ لكثير من الناس لأنه من نظرة سطحية هذا يعتبر شيء غير منطقي فرح نتكلم عن هذا الشيء يا جماعة في هذا الفيديو ورح كمان نتكلم عن كل الأشياء اللي لازم تعرفها الآن إذا أنت مستثمر في الكريبتو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي منصور وقدم لكم فيديوهات على المترقمي كل يوم وعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جد على هذا القناة سوى سبسكرايب وفعل الجرس الآن طيب خلونا نبدأ هنا قبل أن نتكلم عن حوت البيتكوين الكبير وإيش اللي قاعد يعملوا هنا مؤخرا خلونا نتكلم عن البيتكوين هنا على فريم الأربع ساعات ولنقدر نشوفه هنا أنه بعد ما حصلنا على هذا الهبوط المتواصل حاليا نحصل على استراحة تحت هذا الخط البرتقالي عند 43.800 دولار ولنقدر نشوفه كمان أنه إحنا قاعدين نحصل على تشكيلات مثلث صاعد صغيرة وهذا يعتبر نموذج بوليش لأنه هنا صحيح معناته أنه البائعين قاعدين يضغطوا على سعر البيتكوين ولكن بنفس الوقت معناته أنه المشتريين قاعدين يشكلوا قيعان مرتفعة وهذا معناته أنه في احتمالية أنه راح نحصل على ارتفاع للأعلى ولكن هذا أكيد مش مطمون وهذه مش نصيحة مالية ولكن في أغلب الحالات هذا يعتبر نموذج بوليش وهل هذا يا جماعة الآن الكسر اللي يحصل؟ هل هذا هو الكسر المحتمل اللي احنا مستنينه؟ نقدر نشوف الآن يا جماعة حاليا أنه إحنا فوق الخط البرتقالي هذا فخلونا نشوف هل هذه الشمعة راح تقدر تقفل فوق هذا الخط البرتقالي؟ هذا راح يكون شيء جيد جدا هنا للبيتكوين على فريم الأربع ساعات وغير هذا شيء يا جماعة كل الأشياء اللي تكلمنا عنها في السابق لسه زي ما هي فريمات وتشارتات المدى الطويل لسه شكلها بوليش جدا وكل شيء لسه شكله بوليش للبيتكوين صحيح أن الآن قاعدين نعاني عند أنه إحنا نكسر هذا الخط الأصفر للأعلى وحصلنا على شوية ارتداد ولكن بغض النظر إذا استمرنا بالحركة هنا داخل هذه القناة زي ما وردتكم عمس فمعناته أنه إحنا لسه راح نوصل إلى مستويات وأسعار جيدة جدا في أثناء هذه الحركة وفي العادة لما نكسر هذا الخط الأصفر للأعلى هذا يقود إلى حركة ارتفاع قوية للبيتكوين فكل شيء لسه شكله جيد وفي الحقيقة هذه هنا بعض أخبار العملات المديلة هنا اللي كنت عايزة تتكلم عنها لأنه في عندنا الآن شيء مهم قاعد يحصل في الكريبتو وهي العملات المستقرة لبروتوكولات الطبقة الأولى شفنا هذا الشيء أول مرة مع اللونة والآن في بعض الإشاعات أنه إنير بروتوكول راح يطلق عملتهم المستقرة فهذه عملة رئيسية راح تكون في إنير بروتوكول فعلشان تعدن هذه العملة المستقرة لازم تحرق عملة إنير نفس الشيء اللي حصل مع اللونة فهذا يا جماعة لسه مش شيء مؤكد هذه فقط مجرد إشاعات ولكن بغض النظر هذا هو السبب الرئيسي ليش النير الآن قاعدة ترتفع وهذا هو سبب الضجة الموجودة حول النير وفي الحقيقة أنا كمال تكلمت عن النير في هذا الفيديو قبل يوم في فيديو المحفظة فأتأكد أنك تشوف هذا الفيديو إذا عايز تعرف أكثر عن النير طيب خلونا الآن يا جماعة نتكلم عن أكبر حوت في البيتكوين ولنقدر نجوفه هنا يا جماعة أنه في تاريخ 4 إبريل باع 3000 بيتكوين هذه كمية فلوس كثيرة ولكن يا جماعة الشيء المثير هو أنه بعد هذا الشيء بيوم اشترى نفس الكمية مرة أخرى 2952 بيتكوين وهذا يا جماعة كان تماما في اليوم اللي بعده يعني في تاريخ 5 إبريل فشيء غير منطقي صحيح؟ طيب ففي أي سعر باع هذا البيتكوين باع عند مستوى 46 479 دولار وفين اشترى هذا البيتكوين؟ اشتراه عند 46 572 دولار فكأنه بالضبط نفس السعر طيب فهل في شيء هنا هذا الحوت تعرفه هنا في هذا الوقت وبعدين رجع اشترك كمية البيتكوين هذه نفس الكمية اللي باعها هنا؟ أعتقد أنه هذا الشيء مثير جدا لأنه مش فقط هذا الشيء ولكن بعد ما باع هذا الكمية هنا اشترى ما يقارب 300 بيتكوين بعدها وبعدين اشترى ما يقارب 3000 بيتكوين هنا وهنا 60 أو 59 بيتكوين وهنا اليوم 110 بيتكوين فايش اللي حصل هنا يا جماعة؟ ليش هو باع الكمية هذه؟ وبعدها على طول في اليوم اللي بعده اشترى الكمية هنا كاملة مرة أخرى فخلونا ندقيق أكثر نشوف هنا يا جماعة أنه باع هذه الكمية قبل منتصف الليل وبعدها على طول تقريبا في ثلاث ساعات اشترى الكمية مرة أخرى في خلال ثلاث ساعات باع البيتكوين ورجع اشترى البيتكوين مرة أخرى وهذا بصراحة يعتبر شيء مثير جدا جدا وإحنا بشكل واضح ما نقدر نشوف إلا العمليات هنا نقدر نشوف فقط الصفقات يعني هنا نقدر نشوف فقط أنه سحب 3000 بيتكوين أكيد يعني علشان يبيع وبعدين رجعها مرة أخرى فإحنا فقط نقدر نشوف العمليات هنا نقدر نشوف الصفقات ما نعرف بالضبط إذا هو بالفعل باع هذا الشيء أو لا ولكن التوقع العادل المحتمل أنه باع البيتكوين وإذا رجعنا في التاريخ وشوفنا تاريخ هذا الحوت نشوف أنه هذا يتوافق مع الشيء اللي كنا نتكلم عنه فإيش اللي تعتقدوا يا جماعة ليش حوت البيتكوين هذا سحب 3000 بيتكوين وأكيد صحيح هو سحب 1500 بيتكوين قبلها بيومين ولكن هذه 3000 بيتكوين باعها وبعدين على طول رجع يجمع البيتكوين هنا مرة أخرى اكتبوا لي يا جماعة رأيكم تحت في التعليقات أعتقد أنه هذا الشيء مثير جدا طيب الآن خلونا يا جماعة نتكلم عن من اللي قاعد يجمع البيتكوين الآن في الحقيقة الحيتان الآن خلاص ما عاد يجمعوا البيتكوين الآن فنقدر نشوف هنا في الأسفل لأنه الحيتان مش قاعدين يجمعوا كمية بيتكوين كبيرة مؤخرا ولكن اللي نشوفه هنا يا جماعة نشوف هنا الأسماك الصغيرة هذا هنا التبني السائد هنا قاعدين يجمعوا بيتكوين بشكل مجنون جدا فهذا الشيء هنا أكيد يتوافق تماما مع الوضع السياسي اللي نشوفه الآن في العالم كله في ضغوطات في توتر وفي ناس مؤخرا يعني كانوا مش قادرين انهم يسحبوا فلوسهم فأعتقد انه في ناس كثيرين الآن استوعبوا أهمية انه هما اللي المفروض يكونوا متحكمين بأموالهم ووصولهم فالناس الآن أكيد قاعدين يشتروا البيتكوين وهذا اللي قاعدين يشوفه الآن على الانتشين على هذا اليتشارد في الأخير الآن يا جماعة هنا عايز أذكركم في المسابقة اللي تحصل في استيتريد تقدر فقط انك تعمل صفقة وتحصل على جائزة مضمونة من الـ UST 75% من المسبح أو الجائزة كاملة اللي راح توصل إلى 750 ألف UST فمجرد فقط انك تعمل صفقة راح تقدر انك تحصل على جائزة من هذا البونس وبعد كده في عندهم أكبر PL اللي هو الربح والخسارة الـ Profit and Loss وهذا راح يكون 25% من المجموعة لكل الجائزة اللي يوصل إلى 250 ألف دولار فيوجد طريقتين للفوز هنا اعتمادا على عدد المشتركين إذا يوجد 50 ألف مشتركة وأكثر فالجائزة راح تكون مليون دولار 750 ألف UST راح تكون الـ UST المضمونة والباقي راح تكون لأفضل المتداولين هنا وكمان تقدر تحصل على بونس من استيتريد تأكد انك تشيك على هذا الجدول كمان هنا إداع 500 UST أو هذا القدر من البيتكوين أو هذا القدر من الإثيريوم يآهلك للحصول على هذا البونس هنا في هذا الجدول وتقدر تحقق من هذا الشيء بنفسكم يا جماعة الرابط راح يكون موجود تحت في صندوق الوصف تأكدوا إنكم تتحققوا من هذا الشيء إذا عايزين تحصلوا على هذه البونسات إلى ما يقارب 8000 دولار وكمان فوق هذا تقدر تشارك في مسابقة استيتريد طب جماعة هذا كان كل شيء عند اليوم بالتوفيق للجميع وأشوفكم في الفيديو القادم اشتركوا في القناة